فكك أفراد فاصلتين الأبحاث تتبعتين المجموعتين الإقليماتين لدرك الوطني لولاياتين مستغانة موهران شبكة تقف وراء تدبير عمليات الهجرة غير الشرائية ومتورطة أيضا في قضية احتجاز أربع رعاية أجانب وطلب فيديا مقابل تحريرهم وقد تمكنت من تحرير رعاية الأجانب محل الاحتجاز جميعه من جنسيات مغربية وتوقيف عنصر الشبكة الإجرامية المتكونة من أربعة أشخاص حيث قاموا باحتجاز هؤلاء المهاجرين الأجانب بضواحي مدينة مستغانة بعد استدراجهم وإهامهم بتنظيم رحلة أو رحلة بحرية للهجرة غير الشرائية نحو إسبانيا وقد قاموا بعدها بالاتصال بأقارب المحتجزين الأربعة وطلبوا فيديا لإطلاق صراحهم عبر أحد الوسطاء إلى ذلك تمكنت وحدات درك الوطني من تحديد مكان الاحتجاز وتطويقه قبل توقيف الفاعلين الأربعة وتحرير المحتجزين الأجانب واسترجاع سيارتين سياحيتين ومبلغ ماليين بالعملة الوطنية قدره أربعين الفدين وجزائري وبعد اختار وكيل الجمهورية المختص إقليميا فتحت مصالح درك الوطني تحقيقا في القضية وأنجزت ملفا قضائيا ضد الموقفين بيتها من جناية تكوين جمعية أشرار وقبض واحتجاز أشخاص دون إذن الجهاد المختصة وأيضا تهريب المهاجرين وتم تقديم الموقفين الأربعة لوكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي أمر هو الآخر بإضعهم الحبس المؤقتة